هنعمل مع بعض النهاردة الباسترمة بنفس طعم وريحة الباسترمة الجهزة وتتحدي بيها اي حد ومش هيسده ابدا انك عملتيها في البيت بجد انا ندمانة ان كنت بشتريها من بره في خمس دقايق بس هتحضريها بمكونات سهلة جدا وبدون اي تعقيدات ولا هتشتري عرق لحمة بالشئ الفلاني ويتنجح معاك يا ما تنجحش هنعملها في خمس دقايق ونكحة جدا وجميلة جدا وطعمها حلو جدا حبيب قلبي سامو الله وصلى على رسول الله ويلا بينا نبدأ وصفة النهاردة انا شايماء عبدالغني ودي قناتي للناس اللي اول مرة تزورني ما تنسوش لو عجبكو فيديو النهاردة اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس لو حابيني وصلكو وصفاتي يفضل طبعا في الوصفة دي تكون اللحمة حمره وما فيهاش اي نسبة دهن انا اشتغلت باللي موجودة عندي كان عندي كده ربع لحمة مفروم ضفت عليه نص معلقة من الفلفل الاصمر نص معلقة من الكمون ونص معلقة من الكزبارة الناشفة المطحونة ونص معلقة من البابريكا ومعلقة صغيرة مليانة من الحلبة المطحونة والحلبة دي يا جماعة انا طحنها في البيت يعني جبت معلقة كده كبيرة من الحلبة الحصى وطحنطها في المطحنة واخدت منها معلقة مليانة صغيرة من الحلبة المطحونة بعد كده ضفت معلقة صغيرة برضو مليانة من الملح ومعلقة صغيرة مليانة من الطوم المفروم وحبتدي بقى أخلط كل المكونات كده مع بعض بإيدي علشان بس أدمج المكونات كلها مع بعض وبعد كده حاخدها كده وش في الكبة ولازم تنعم والخطوة دي مهمة جدا لازم نضربها في الكبة لغاية لما تبقى مسمغة أو مفتلة وحوريكم شكلها بعد ما ضربها في الكبة أهم حاجة يا جماعة أنتوا لو عايزين الوصفة تبقى ناكحة معاكم مليون المية تجيبوا اللحمة تكون حمرة وما فيهاش أي نسبة دهنه خالص علشان تطلع معاكم أحسن كمان من اللي أنا عملتها النهاردة أنا جربت الوصفة في ربع لحمة مفروم كان موجودة عندي أصلا في الفريزر وقلت بيني وبينكو أجربها كده علشان أشوف نكحة ولا لأ وبصراحة طلعت في منتهى اللازازة وفي منتهى الجمال ونكحة جدا جدا وإن شاء الله هاعتمدها على طول وإنتوا لو جربتوها هتعتمدوها على طول وتعملوها على طول بصراحة ما توقعتش أنها تطلع بالجمال والحلاوة دي وطعمها وريحتها بالضبط زي الجهزة وكل ما تسبيها في الفريزر مدة أطول بتديكي نتيجة أفضل وأحسن زي ما انتوا شايفين دربتها في الكبة ونعمتها خالص وفتلت معايا كده زي ما انتوا شايفين لو حابين بقى لونها يبقى أحمر أكتر من كده وتقدروا تضيفوا لون طعام غزائي لونه أحمر عليها علشان يخلي لونها أحمر بالضبط زي لون الباسترما الجهزة ودلوقتي أنا حقسمها بقى لنصين يعني زي ما قلتلكو دا ربع هجزقوا كده لنصين وابتدي أجيب كسين من أكاس التلاجة وحفرت كده كل قطعة في كيس من أكاس التلاجة أهم حاجة يا جماعة هنفردها رؤياء جدا علشان تبقى شبه شرايح الباسترما اللي بتيجي جاهزة علشان كمان متاخدش وقت في التسوية يعني يا ضوبك نقطع كده منها ونبتدي نحط ونقلب بسرعة في الزيت أو السمنة تكون استويت وعشان أفردها كلها بسوا واحد هجيب الفرادة بتاعتي وابتدي أفردها عشان أوزها كويس في الكيس وزي ما انتوا شايفين كده فردتها رؤياء خالص زي ما اتفقنا علشان متاخدش معانا وقت في السوا او في التسوية وهاخد برضو الجزء التاني وحفرده بنفس الطريقة ونفس القطر يعني برضو هخليه رفيع او رؤياء بنفس الطريقة قد ايه ببقى فرحانة او مبسوطة لما بعمل حاجة زي الجهزة وبتتبع برا بتمن غالي جدا جدا بعملها في البيت وبوفر وبتطلع كمان طعم وريحة الجهزة بالزبط ولو حسبناها بالورقة والقلم هتطلع اوفر من الجبنة واللانشون وحتنفع معانا قوي في سندوتشات المدارس وحتوفر عليك جدا جدا وطبعا علشان نسهل على نفسنا ولما نيجي نطلعها من الفريزر تتقطع معانا بكل سهولة هنجيب كده السكينة ونقطعها على شكل مربعات صغيرة قصد يعني نخططها كده على شكل مربعات علشان تبقى سهلة معانا بعد ما تتجمد وتطلع من الفريزر اننا نقطعها بكل سهولة بعد كده هندخلها الفريزر على الاقل كده لمدة ساعتين وبعدين نقدر نستخدمها وكل ما قاعدت معاك في الفريزر مدة اطول بيديك نتيجة احسن وافضل بحضر كده صنية على قد الاكياس بحط فيها الاكياس وبعد كده بدخلها الفريزر وقدر استخدمها بعد ساعتين بالزبط وأجربها معاكو على بضايا علشان تشوفوا معايا قد ايه شكلها شكل البسترمة الجهزة وعايز اقولكو ريحتها وطعمها يا جماعة ما تفرقهاش ابدا عن البسترمة الجهزة بفكركم لو عجبكو فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس على الكل لو حابيني وصلكو وصفاتي وزي ما انتو شايفين الشريحة رؤيئة جدا شبه شرايح البسترمة الجهزة بالزبط ودي علشان ما تاخدش معانا وقت في التسوية وحاجربها معاكو على بضايا عايز اقولكو والله العظيم ريحتها وطعمها زي البسترمة الجهزة بالزبط يا جماعة جربوها وانتو مش هتبطلوا ابدا تعملوها وتعالوا نقول مع بعض الدعاء اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا من هو كل يوم في امر جديد اخرجنا من حلق الضيق الى اوسع الطريق بك ندفع ما لا نطيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عندي وصفات كتير على قناتي اتمنى تاخدوا جولة في قناتي ما تنسوش لو عجبتكم فيديوهاتي اعملوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس عالك كله علشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي وانت معاكم شايماء عبدالغني اصابكم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته